اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد موضوعنا النهاردة هيكون عن ازاي تتعامل مع طيورك في فصل الشتاء وتحافظ عليهم من البرد وكمان هقولكم على المنائع المهمة جدا اللي بستخدمها على المستوى الشخصي واللي بتدف الطيور ونفس الوقت بترفع من منعتهم بشكل طبيعي كمان هعرفكم الاخطاء اللي بيقع فيها المربي وبتخلي العصفور للأسف الشديد يمرض بكل سهولة بعد كده بالنسبة للأخطاء اللي بيقع فيها المربي انه مثلا يدف الطيور على حساب انه يمرض العصفور بأمراض ومشاكل تنفسية بتجيله بعد كده زي مثلا انه بيقفل المكان كله وبتكون التهوية ضعيفة جدا داخل الغرفة وده طبيعي يرفع من نسبة الرطوبة داخل المكان واحنا طبعا عارفين ان كل ما زادت نسبة الرطوبة بشكل عام في المكان زاد معاها انتشار البكتيريا والجراثيم والأمراض المختلفة او مثلا بيعمل حاجة تاني اللي هي ايه انه يقفل القفص بالكامل بمشمع او اي نوع من انواع البلاستيك ويسيب بس فتحة صغيرة جدا للتنفس طبعا دي كارثة كبيرة ليه اولا تخيل نفسك محطوط في مكان زي ده كله متقفل بالكامل بالبلاستيك وموجود تحت منك ريحة الفضلات بتاعة العصفير والمكان مكتوم والكاتمة دي بتخلي ينتشر داخل القفص ريحة كريهة والريحة الكريهة دي هي بكل بساطة غاز الأمونية ودي اللي بتنتج من فضلات الطيور وبتعتبر كارثة ومسبب الأمراض التنفسية الأول للطيور بشكل عام الغاز ده في ناس تعرفه كويس جدا سواء بالخبرة او بالمعلومات العامة وفي ناس ما تعرفش حتى اسمه لكن أثناء وجودهم في غرفة التربية بيشموا ريحة كريهة بين الطيور وما يعرفوش هي ايه الريحة دي بالزبط وغاز الأمونية يعتبر لعنة داخل الأماكن اللي بيتم فيها التربية بشكل عام فالإنسان نفسه ما يقدرش يعيش في وضع زي ده فما بالك بعصفور كناري حجمه صغير جدا وإحنا عارفين أن عصفور الكناري الجهاز التنفسي عنده حساس جدا جدا وفيه برضو بعد المربيين بيعملوا ايه بيجيب علبة صغيرة يستحمى فيها العصفور بيدخلها جوى القفص والعصفور طبيعي وهو بيستحمى بتقع مياه في أرضية القفص ودي برضو تعتبر كرسى لأنها بتعلي من الرطوبة الموجودة داخل القفص وبتطلع ريحة مش كويسة خالص بيشمها العصفور في الآخر أو يكون مربي العصفور في بلكونة مفتوحة أو حتى داخل الغرفة بس فيه شباك مفتوح بيدخل منه طيار هوا شديد ومباشر على القفص ودي برضو تدخل العصفور في مشاكل تنفسية كتير وبرد وأنا بصراحة على المستوى الشخصي ما برجحش خالص أنك تسيب عصفور الكناري في بلكونة تكون مش متقفلة كويس ومفتوحة لأنه بكل بساطة هيسبب له مشاكل وأمراض تنفسية كتير جدا إحنا في غنى عنها والمربيين اللي بيقفلوا القفص في البلكونة المفتوحة آه هيحمي الطيور من الهوا المباشر لكن هيدخلهم في مشاكل تانية ونعمل شوية فلازم ومهم جدا النظافة المستمرة للمكان والتهوية الجيدة استخدام الجير المطفي والفحم بصورة مستمرة عشان نقلل من نسبة الرطوبة وقتل الميكروبات المختلفة وكمان بنقدر نقلل من اتشار غاز الأمونيا في المكان بأننا الرش غرفة الطيور بالبخاخة بماء النعناع لأن النعناع فويده كتير جدا ومنها أنه بيقلل نسبة غاز الأمونيا في الجو وبيقتل الجرسيم والميكروبات المنتشرة في الجو كمان بيساعد الطيور تتنفس بشكل أحسن وكمان بيخلي المكان ريحته جميلة طيب هل إيه لدرجة الحرارة في المكان ممكن تمرد الطيور عندي أو تجبلهم برد احنا بنشوف فيديوهات لطيور الكناري موجودة في الدول الأوروبية بتكون في عز عز التلك يعني احنا في مصر درجة الحرارة عمرها ما بتنزل أبدا للدرجات دي خالص ومع ذلك بتلاقي العصفور عايش وزي الفل وما فيش أي مشاكل الفكرة هنا في إيه؟ الفكرة هنا في تأقلم جسم العصفور بالتدريج على درجة الحرارة اللي انت معايشه عليها يعني الكارثة أو المشكلة بتبقى فين؟ المشكلة بتبقى في التغيير المفاجئ لدرجة الحرارة يعني مثلا الناس اللي بتيجي تشغل الدفاية ساعة أو ساعتين ودرجة الحرارة ترتفع ومرة واحدة يقوم طافت دفاية وترجع تنخفت تاني أو يكون العصفور موجود بشكل عام في أي مكان دافي ومرة واحدة ينتقل لمكان بارد وهي دي الكارثة اللي ممكن فعلا تسبب مرض عند العصفور حتى سبحان الله في الطبيعة يعني موجود كذا فصل بنعديه وبالتدريج سبحان الله درجة الحرارة بتتغير بشكل طبيعي فنزول درجة الحرارة في غرفة تيورك بالتدريج وبشكل طبيعي مش حاجة تخوفك أبدا المهم تراعي كل الكلام اللي قلته لك من شوية واللي ممكن فعلا لو ما خدتش بالك منه يسبب مشاكل وأمراض عند الطيور لكن لو الطيور منتجة معاك وموجود زغليل مدام الزغليل موجودين في قلب العش ما تقلقش عليهم لأن درجة الحرارة اللي بتكون داخل العش بتكون أعلى من درجة حرارة الغرفة لكن لو الزغليل نطوا من العش ودرجة الحرارة كانت أقل من 15 درجة بالليل مثلا ساعتها بنحط أي فوطة قطن على القفص من فوق والإجناب وبنسيب الوجهة مفتوحة والصبح بدري بنرجع نشيلها تاني عادي جد فهي في المقام الأول زي ما قلت لكم بتختلف حسب البيئة اللي عايش فيها الكناري والتأقلم على درجة الحرارة اللي المربي معايشه عليها فلو كان المربي معايشه دايما في درجة حرارة عالية وبيقفل الأقفاص دايما في الشتاء أو بيشغله الدفاية أغلب الوقت لو جه غير من الوضع ده هيكون العصفور مش مهيئ إنه يعيش في درجة الحرارة دي ولو ما خدهاش معاه بالتدريج سهل جدا يتصب البرد برضه لكن أنا على المستوى الشخصي بطبق النظام اللي قلت لكم عليه وجايب معاي نتائج ممتازة جدا جدا والحمد لله طول فترة فصل الشتاء عمري ما شفت عصفور مريض بسبب برد أو زكاة وده بفضل الله طبعا ثم الأغز بالأسباب اللي قلت لكم عليها طيب المواد الطبيعية اللي أنا برضه باستخدمها للطيور بتاعتي بخيص تدف العصفور في الأيام اللي بتكون درجة الحرارة فيها قليلة رقم واحد منقوع الزنجبيل واللمون والعسل يعتبر المنقوع ده أفضل مضاد حي وطبيعي ورافع لمناعة الطيور كمان بيكون مقوي للجهاز التنفسي بشكل عام ونفس الوقت بيدفي العصفير عندي بصورة طبيعية فلازم المنقوع ده يكون أساسي معايا طول فصل الشتاء وبقدمه برضه بشكل وقائي مرة أو مرتين في الأسبوع مهم جدا جدا والمنقوع الثاني هو منقوع الخلنجان واللي بيعتبر من المنائع المهمة جدا والمحفزة كمان جنسيا للطيور بشكل عام وبيعتبر رافع مناعة طبيعي ليه وبرضه ما ننساش ومهم جدا جدا فيتامين سي وده بيبقى موجود في اللمون والبرطقان واللي بيساعد برضه على رافع مناعة الطيور ومقاومة الأمراض المختلفة بشكل طبيعي وبكده كون قلتلكم على أهم الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها في فصل الشتاء وبيقع فيها مربين كتير كمان قلتلكم على أهم المنائع اللي أنا بقدمها بشكل شخصي في فصل الشتاء ولو أي حد عنده أي استفسار أو سؤال يكتبهولي في التعليقات وهرد عليه كمان هتلاقوا لينك جروب الفيسبوك ولينك جروب الواتس في الوصف مع السلامة شكرا